السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات أحية طيبة لكم يوم التلتاء الرابع من شهر ينوى 2022 أهم أخبار ألمانيا سجلت في الـ 24 ساعة الأخيرة 30561 حالة وتوفي 356 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هي 239.9 حصل خطأ بتلقيح الأطفال الصغار بمدينة هانوفا بمقاطعة نيدا زكسن الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 11 سنة يحصلون على جرعة صغيرة ومخففة للقاح لكن بمركز اللقاح في مدينة هانوفا حصل 42 طفلا وطفلة على جرعات مخصصة للكبار تم إخبار الأهالي بهذا الخطأ الذي حصل وتتم الآن مراقبة الأطفال الصغار مراقبة طبية عرفت ليلة أمس خروج مظاهرات متعددة في ألمانيا بعض منها عرفت عنفا وتدخلات من الشرطة أغلب المظاهرات وأكبرها خرجت بالجزء الشرقي من ألمانيا خصوصا مقاطعة تيوغينغن خرج تقريبا 17 ألف شخص مقاطعة ميكلنبورغ فوبمن 12 ألف شخص وجنوب ألمانيا خصوصا بمقاطعة بايرن خرج تقريبا 10 ألاف شخص طالبوا بإنهاء قوانين كورونا وعودت الحياة إلى طبيعتها ورفضوا سن قانون إجبارية اللقاح بعض المظاهرات عرفت مناوشات مع الشرطة وحسب الشرطة فإنه بعض المظاهرات لم يكن مصرح لها قانونيا ولم تحترم قواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وقالت الشرطة أن بعض الأشخاص كانوا عنيفين جدا بالتعامل مع الشرطة على دعم كبير من الأحزاب الثلاثة الحاكمة أحزاب إشارة المرور الضوئية حزب اسبيد الاشتراكي وحزب الخضر جوينن والحزب الليبرالي FDP الذين دعموا بقاء الرئيس الألماني في هذا المنصب وقالوا بأنهم يرغبون بإعادة انتخابه مجددا واستمرار السيد شتاين مايا بمنصب رئيس ألمانيا انتخاب رئيس ألمانيا سوف يتم يوم 13 من شهر 2022 ويتم انتخاب رئيس ألمانيا من أعضاء ما يسمى ببوندس فيغ زاملونغ وعددهم 1472 شخصا وهم من ينتخبون رئيس ألمانيا بوندس فيغ زاملونغ هذا التجمع الكبير يجمع بين أعضاء من البرلمان أيضا أعضاء من مجلس المستشارين الذي يكون المقاطعات الألمانية إضافة إلى بعض المنتخبين بالمجالس البلدية وبعض الشخصيات التقافية الفنية والرياضية لأن منصب رئيس ألمانيا هو مرصب رمزي لذلك لا يقوم الشعب الألماني بانتخابه إنما تقوم أو يقوم تجمع بوندس فيغ زاملونغ من 1472 شخصا بانتخابه السيد شتاين مايا كان ينتمي أو هو ينتمي إلى حزب SPD الاشتراكي وكان في السابق سابقا بحكومة السيدة ميركل السابقة كان وزيرا للخارجية لألمانيا سنمر الآن أصدقائي إلى موضوع آخر خبر مؤسف للغاية أصدقائي شهدت مقبرة للمسلمين بمدينة إيزالون هجوما من قبل أشخاص مجهولين أصفر هذا الهجوم عن تحطيم العشرات من شواهد القبور وحصل الهجوم حسب النيابة العامة ليلة رأس السناء الميلادية وألحقوا ضررا بالمقبرة حيث تم هدم حوالي 30 شاهد قبر وتم تلف عناصر وأجزاء زخرفية ونباتية بالجزء الإسلامي من المقبرة الرئيسية لمدينة إيزالون ولا يعرف من يقف وراء هذا العمل الجبان الشرطة الألمانية تحقق أصدقائي وتتمنى أن تلقي القبض قريبا عن الفاعل خرج مجموعة من المواطنين وعملوا وقفة تضامنية واستنكارية لما حصل بمقبرة مدينة إيزالون للأسف حتى الأموات لا يسلمون من الكراهية ومن شر بعض الأحياء سنمر الأصدقائي إلى آخر موضوع نشرت الصحافة الألمانية تقاريرا لدراسة تقول أن ارتفاع الأسعار في ألمانيا سوف يستمر للأسف حتى في سنة 2022 بسبب التضخم وتوقف الإنتاج بعدد من الدول بسبب انتشار متحور أوميكرون وزيادة الطلب على مجموعة كبيرة من المواد الأساسية وأيضا توقف وازدحام حركة السفن التجارية بالبحار أصدقائي وقالوا أيضا أن مجموعة من المحلات تخطط للأسف لرفع الأسعار سنة 2022 بسبب قلة المواد الخام وتأخير كل ما يتم استيراده وجلبه إلى ألمانيا وأيضا زيادة الطلب على الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط أصدقائي صراحة ما يقلق حاليا إذا زادت أيضا المرتبات أو أقرت الحكومة قريبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو فإن الفقراء أو حتى متوسط الدخل للأسف لن يستفيدوا كثيرا من هذه الزيادة لكن 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 رغم ذلك ضروري ونتمنى أن لا تتأخر حكومة السيد شولتس في رفع الحد الأدنى للأجور وجعله 12 يورو للساعة في أسرع وقت وعدم تأخير هذا الأمر لأنه أصدقائي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو سوف يستفيد منه ملايين من الناس خصوصا أن المرتبات في ألمانيا ضعيفة وقليلة جدا بالمقارنة مع الغلاء الكبير الذي تعرفه ألمانيا إذن ضروري الإسراع بزيادة الحد الأدنى للأجور أيضا ضروري أن لا تنسى الحكومة وتسارع الحكومة بزيادة المساعدة للسوطسيال لمن على السوطسيال وأيضا من على الجوب سنتر أو للمتقاعدين لأنهم أيضا يعانون كثيرا كثيرا ولم تعد تكفيهم المساعدة من أجل العيش الكريم أصدقائي وأيضا ضروري تدخل الحكومة الألمانية خصوصا دور وزير المالية جد مهم السيد ليندنا وزير المالية من الحزب الليبرالي نتمنى أن يسن قوانين ضريبية جديدة من أجل الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط كي تزداد أيضا قدرتهم الشرائية لأنه دون تغيير ضريبي حقيقي ودون تخفيف الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط فإن هذه الفئة من المجتمع سوف تعاني كثيرا بسبب الغلاء الكبير الذي يقع حاليا في ألمانيا وفي العالم فليس الحل الوحيد هو فقط زيادة الأجرة أو زيادة المساعدات بل يجب أيضا أن تكون هناك تخفيضات ضريبية وأيضا إعفاءات ضريبية تستفيد منها فئة من المجتمع وتدخل السياسة ضروري جدا جدا لوقف التلاعبات التي تحصل حاليا بالأسواق والتجارة العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع بعض المواد الأساسية مثل النفط أو الغاز لأن هناك من يقف وراء هذا الأمر كي تنقص في السوق وكي يرتفع تمانوها هناك من مستفيد ونتمنى أن يتدخل السياسيين ويوقف من يتلاعب بالأسواق العالمية كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء